اشتركوا في القناة لن تهلك النفس التي تلتجئ إلي بواسطة صلاة الوردية هالصلاة هي سلاح من قاوم فيه الأعداء المنظورين وغير المنظورين الصلاة الوردية بين وخاص هي غالية كتير على قلب العضرة ومندعيكم مشاهدينا لصلاة الوردية الدائم تحيي لكم مشاهدينا وإنما كنتم عم تتابعونا عبر شاشة نور الشر التابع على شبكة قنوات نور سات اليوم منبدأ حلقتنا مع شاعرة وأديبة امتهنت الكتابة وعشقة الشعر وناصرت الكلمة وإيمنت بأله الكلمة أهلا وسهلا بالكاتبة والشاعرة ماي خليل ضيفي عزيزي على قلبنا مرسي ميراي أهلا فيك ورجعت نورت الشاشة وكل محبينك ناطرين يرجعوا يشوفوك شكرا من زوئك مرسي ماي مرسي ماي ماي أنت بنت حراجل بنتها الضيعة الأبية الوفية بنت الأصالة بنت الأرض الطيبة يلي طبيعتها أحلى من العسل حراجل شو عطيتك حراجل حراجل يعني أنا أكيد بيطلة أنه هي الهاوى طبعولة الأسير حراجل هو من أسير السماء لأنه في كتير من أبناء حراجل موهوبين إن كان من مواهب إبداعية ويلي محضرتك من حراجل يعني أنا بنفتخر كمان بإعلمية شكرا ماي شكرا من زوئك يعني أنا كمان شعره كتير كبار يلي هو الشعر موسى الزغاب بيكون خاله وخي الشعر سميح هليل وشعره عديدين شعر شعر بالزغاب والشعر ياس الزغاب يعني هي قرب معطاقة للمواهب يعني بقول لهم أنا هي مقلة على الشعر ومن يريد أن يكون يحلق بالفضى بده يعود بحراجل لأنه قريبة من صنينه من السماء بالإضافة إلى نحن أنت بتعرفي من حراجل ضيعة كرم من ديافة بالحروب اللي قطعت على لبناء الدائجة عليها ناس ودكن ومبسوطين حضرتهم مضبوط ويشكروا بضيافة أهل حراجل باحتضانهم لأهلاء بتيبة أهلية بالغيرة بعدنا يعني نحن بين مازجين ضيعة ومدينة يعني ملنا ضيعة برو برومونديتو ملنا مدينة يعني نحن بعدنا ناس توجهنا للحضارة بإيماج الضيعة يعني حراجل عفيتني كتير أنا بكفي أنه كما قلت بتحسي حيلك بين بوطن وطن تاني وطن الأول هي وطن تاني لبنان ماي تفضلت وقلت أنه موسى صغاب بكون خالق العملاء من وجه له تحية عبر هالمنبر هو عملاق وفعلاً صار عملاق للبنان كله بالشعر وهو رائد طبعاً وخيك ساميح خليل كمان يلي استلم الجوءة القلعة هالنا ومزبوط قداش تأثرت فيهم وبنهجهم وبكلماتهم بروح الشعري اللي عندهم إياها لا أقلك شغلي يعني هن غير لون هن لون الزجل أنا لون الأدب والفلسفة نعم بس بتربع عطريقة يعني عشق بيعطوك أهمية عشق الكلمة أهمية قيمة الكلمة وتربع من أنا وصغيري بسمع شعر والحوارات يلي كانت بين موسى وسميح ساميح ديما نسمعنا مثلا موسى قال هاك أنا قالت هاك بتربع عهل التحدي عهل عشق الكلمة وقيمة الكلمة بتصير تطلعي وان في قيمة للكلمة بتلاقيها بهالشاعر يلي هو عم بيعطيها حق على الكلمة ومهنة هالناحية وكمانة بتربع هنة مثل مادرة سابل مزبوط بس يعني أكيد خلص نشأتي بها الجو اللون طبعولي غير اللون بس زيت القيمة الكلمة يعني هي زيتة يلي بتخديها منن يعني أكيد جو شعر وجو أدب وجو عشق للكلمة هالشي بخليك يتاشى ايه أكتر الكلمة وتشتغلي ع حالة تطلع اللي فيك من مواهب كرميل انه تصطع متل ما بتلاقي انه هن سطعوا بكلمتهم وبشعرهم مزبوط فوصلوا فبتصيري انت تشتغلي ع حالة تتصيري ع دربة هاي الطريقة اللي بتكون تأثرت فيها من ناحية اهتمامهم بالكلمة بس من ناحية الأسلوب ومن ناحية الـ انت بغير قريب انت بغير قريب ماي خليل انت عم تقول انه تأثرت فين بالكلمة وبالعشتي يعني بحياة هيك ثقافية وادبية ونفحة يعني مميزة من الفكر ومن الادب اليوم جيلنا وين بأي خانة بتحطيه جيل هالأطفال يلي طالعين جديد جيل السوشال ميديا يلي ما فينا ننكر أهميته بس كمان عم يبعد هالأطفال وهالشبيبة وهالمرهيقين صحيح عم يبعدن عن هالطريق يلي اتفضلتي وحكيتي عنا نحنا بنعرف انه المطبوع بضل مطبوع يعني كل شي مطبوعة كتب بضل مطبوع بالفكر وبالذاكرة قديش هالمثل عم ينطبق اليوم عشبيبتنا لأيلك شغلي انا من انا وصغيري كان عندي بحث وجوده هيدا الجيل ما عندو هالشي وكل انسان عم يبدع ويترك أثر ويترك كل الأجيان قدوا انو يكتدوا فيها من الناحية الفنية او ثقافية او الكتبية او مجرد ايشي بدكون عندو نزعة واسئلة وجودية بنشوف هيدا الجيل ما امن له كل شي عم بيعيش بضجر مع كل الوسائل الترفيهية متحقر عم بيعيش بضجر فيه فراغ رغم كل الامور اللي عم تحاول امور تاسلي اللي عم تحاول تخليه عبها الفراغ من هون فقد الأسئلة الوجودية ومن هون ما فيه تدين يعني اللي من هالجيل عم يربا نحنا كدنا نسأل من زمان بصف سي زم سن كام أسئلة ليش نحنا موجودين وشو غيه الحياة وشو فيه بعدين هلأ قليله التلميذ وشو الأمر وشو الأرض وصحيح وكيف تبرم الشمس وكيف يبرم هم ما فيه أسئلة هيك كل الأسئلة فيها لماذا هالأسئلة الوجودية إليه الحال يلا التلميذ ما أنا كتبي بدرسه بالمدارس وكنت قعتي محاضرات وعرفت كيف بيفكره بيصيروا يتضحكوا يعني الأسئلة الوجودية هي اللي بتغزي الموهبة بتغزي الإيمان وبتعطيكي ثبوتية حياة بعدين هي ركيزة الحياة الأبدية فهيدا جيل جيل الانترنت لقالك شغل الانترنت بتقيله سيئيته وحسناته نعم من سيئيته الوصول لأي معلومة بكل سهولة وبعدين المعلومة يعني بتصاليه لما بتتعب فيها ما بتترسخ فيك بعينما إذا عم تقريكتين بديك تقضي ساعتين بديك تقضي ساعتين بديك تتفعل مع الـ مع الصفحة مع القصة مع الحكمة بديك عينيك بديك من نظرك بديك تصرفي من شعورك بينما الانترنت يا العصر يا قصة الانترنت انه منا خطرة بس منا مفيدة يعني إفدتها أقل من خطورتها بس الخطورة هي بالتنشئ أو بالتربية و بالفورماسيوني اللي عم يخدون الولاد الانترنت أنا بعتبره وسيلة مثل ما الكتاب وسيلة هي الورقة وسيلة بالانترنت ذات الفكرة بتوصل بس تغيرت الوسيلة بس نحن بزمن هابط زمن مش زمن الكتاب أمور عم توسخ النفسيات الكتاب لأنه فيه مصل عليا الكتاب إذا بديك تعمل فورماسيوني لشخصية معيني بتيليله قري كتاب يعني هو قدوة وهو شي رسالة ما فيه كاتب بيكتب أشياء شريرة غدين بيضل مطبوع بذكرتن صحيح وقتا بيشغلوا حواسن ياللي تفضلت وقلت عنه الحواس كلها عم تشتغل بالكتاب يعني النظر وحتى بس يقرع العالي السمع والشعور بتتفاعل والشعور مع الورقة لمس الورقة بتزهق من شيء قدبي عم تقريه بتروحي لنكتي مظبوط بتزهق من النكتي بتروحي لرشارش تانية يعني بيضيع من شان هيك ما بيبني بينما الكتاب إذا بديك تبالش بيقص بتحطي بتطرج الورقة بتكفيها بعد ساعة مظبوط بتدلم رسخة فيك بالانترنت قريتي قصيدة بتروحي عنكتي بتضيعي لكل في حال زهقتي فأنا بلاقي هي هي الاشياء السيئة بالتربية بالزمن اللي وصلنا له بالتنشئة 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 بزمن عدم تقيم تقيم الإنسان بطل في إنسان بطل في إنسان ذات قيمة إنسانية بمعنى الإنسانية انفقدت العاطف انفقدت الحب انفقد صداء انفقدت غوضي كلهم أدات لأنه الكتب يكتب عن أهميتهم إن رسالة الكتب هو رسول ما في كتب بيكتب شر ما في كتب بيكتب بينما بالانترنت بتحضر أشياء شريرة مزبوط بتحضر أشياء أشياء خطرة بينما الكتب مفتوحه ما في رأى بالآن صحيح بينما الكتب رسالته دايما متل كأنه لي شي سماوية عم بيكتب عن الأشياء اللي في خلل بالمجتمع موجودة بحاول الكتب دايما أنه يعطي بمساج من وراء هال بس في أيام كتب كمان بيوصلوا رسائل منعها يعني حسنة بالبرامج أنا عم بحكي بالبرامج وبيسموا حالهم كتب وهن منهم كتب ولا رواقيين منع هيني كلمة كاتب هلأ بتشوفي على الانترنت يلا حدا طلع بله يتغذل بحبيبته بحط أشاعر فلان أشاعر فلان كلمة شاعر لا كلمة شاعر صارت هيك كأنه رخيصة أو متداولة فيها تعب يعني واحد بيتعب بضحر بعمره بسنين إنك تبني تتعملي اسمك كاتب أو شاعر إنه مش حيلا مش تترعاده فيكي تعملي بروفيسور وحكيم ومهندس فيكي تعملي حيلا اختصاص بأنه شو المعايير شو هي المعايير شو هي المعايير تا يستحقها إنك تقولي كاتب وشاعر مش مين ما كان إنه يلا حبينا واحدة وحالة العشق بتخليكي تكتبه أنا كده إنه الحب بيعمل قوات من الأشخاص العاديين شو عرا كتب قصيد الحبيب كنتو الشاعر فلان وكرمة هونو الكاتب بدو كون في تقييم إله من الشعب من السنين من الأجيال يعني ومن مضمون كلمتو يلي عميوصلها بدو كون في أفكار غريبة أفكار تستع أفكار يعني اللي يقرية يحفظها نحنا لم نقرأ أمثال بعدنا حافظين أمثال ما هاي كتاب كاتبينا صح لأن هايدي قدوة لقلنا هي موجودة فينا بس نحنا مش عمناعرف نتعرف على هال على هال هيدا الكوراية اللي فينا فالكاتب الأصيل والشعر الكبير هو اللي بيعرفي عرفك عحالك يعني أنا كتير بقرأ من من أصحاب ومن كل رائلة بيقولولي ماين احنا عم نقرأ حالنا فيك هايدي أهمية الكاتب الشاطر يعني بيعطيكي أوريونتاسيون لذاتك لأحلامك ولأهدافك من خلال كتاباته بالنهاية الكاتب هو من الشعب وبستقي أفكاره من الشعب ومن الوقاعة اللي عم يشوفه ويلمسه من المعارضة الناس مظبوط يعني لما بتقري كتاب انت بتصيري تعرفي كيف تفكري مظبوط بتصيري تعرفي كيف تحكي مشهول العلم الكتاب علم هو معرفة فالانترنت ما انه معرفة هيدا الفرق الكتاب معرفة حقيقية الانترنت مزيج من المعرفة والتفاهة والسازاجة لهالسبب هيدا بتدوب المعرفة بتروح بالسازاجة والتفاهة يلي بيحتويون عدة الانترنت بعدة أوجهه لهكي ما عم تبقى يعني بل كأنه عم تخزن شيء وعم بعم بعم عم تخزن معلومات ناقصة صحيح ما هي وقتة تقضي لوحدك بس تكوني لوحدك اتجاه فكرك لأي كتب بروح شو بتقرق لقالك شعلي قلتلك ان تيلي تأثرت انا من انا وصغيرة يعني كنت بصفسي زيام كنت مثل ما قلتلك عندي بحث وجود دائما نقول أسئل عن الخلق والخالق فحوالت فكر وفتش عن الحقيقة من هيدا العمر بالزاد وطريقة الاكتشاف وهيدا كانت بواسطة يعني سنه مراهقة فيك تعتبرك بداية سن المراهقة نعم وكانوا يخصصولي بالمدرسة بعم تورا بمجال المدرسة تطلع سائفية كنت كنت الجمعة اكتب فيها حتى أول ما قال كنت بتو كنت السيزيام بتعرف انه هيدا جيل فائد الأسئلة الوجودية لهيك لهيك ما في وفا عنده انا بخاف منه هيدا جيل ما انه يكون يعني مش في جيل جارف اكتر من الجيل القديم لا صحيح ما عنده وفا وما عنده حتى انتماء بس مش كلهم يا ماي ما فينا نشمل لانه بعد في بيوت بتعرف توجه أبناء على السكة الصحيحة ما فينا بكلمنا نشمل بس ما فينا ننكر الطيار الموجود نزم بهي الجيل عنده حسنات أكتر من جيلنا و جيل قبلنا بكتير بس الاشيال الأهم عم يفقدها يلي هي السقافة نحنا بزمن منهم سقاف نهائيا يعني اذا قيمت على الكمبيوتر هيا مش سقافة ماي بدي اتطرق للتكريمات المتتالية يلي بتتلقيها والجوائز شو بتعني لك يعني وقت يرن التليفون عندك يقول لك ماي نحنا لجنة إيكس بدنا نكرمك هالجايزة أو هالتكريم أو هالمرسيل هالشكر الكبير شو بيعني لك شو أول شي قلبك شو بيقلك أول شي لقلك هيدا متل حصاد حصاد لتعبك يعني انت بتتعب دايماً بتحاولي يمكن بأبسط الأمور ميراي بتعمليها على أكمل وجه لحتى يكون إلا إيكو وينحكى فيها نعم اذا بديك تنقي طب تقولي بدي نقيية حلوة حتى يقولوا للعالم شو حلوة فكيف عم تعملي إشياء للأجيال وللزمن وفكر وفلسفة فإذا ما كان إلهم هالصدى أكيد بيجي يومها بتحبطي يمكن يمكن مش إنه بتوقفي تكتبه بس الشواب الشواب بتقولي إنه مش طالع من أمره مشي هالأشي اللي عم بعملها فلما بيجي تكتبه تي قصي يعني إيما بتكتباه وبتحس إنه ما في صدى هيك قصديك لأ بقصد أنا التكريمات والجوايز هي تاج لكلمتك هي الصدى تبعو الكتبات تبعولت كل شي من عمله ونحب يكون إلو صدى صح وقتا ياخد هالصدى هو التكريم صدى كتير بيدفعك بيعطيكي غنى روحي وغنى للموهب وغنى للحبر بقلمك يعني بدل ما تحسي علمك عم بيجف إذا ما فيه إلو صدى لكلامي بيجف الحبر بترجع عباك لطن تعبه بتشدد الحبر صحيح لأنه ما فيك توقفي كتابة هي بزوى هي حاجة بسوأتا يجي التكريم حاجة أو فشة تخلق شو هي الكتابة بالنسبة إليك لا هي حاجة بالنسبة إلي حاجة فشة تخلق فشة تخلق بالمعنى إنه لا حاجة لا حاجة لا بتعبري بالكلمة لا بتعبري بالكتابة أنا إذا ما بفض الأفكار اللي بيدخلي بتعب وفي قوات كتير بيسألوني كتير مقربين وأصحاب إنه لازع لاني ما عندي هادي عالطول عند هاكي إنه بحزن ما بتضحك كتير في عدة أسباب أكيد هم من المجتمع ومتاعب ومرض ووصص بس أكثر شي بحزن الإعاقة كانت حافز لإلك كانت متل متل ركيزة من منا انطلقت متل تتعوض تتسبت وجودك أكتر هي كان إلى دور سمعك حق بس مش إنه تعود يمكن الإعاقة إجتت تتخليني شوف الحياة بعمقة وعيشة بحقيقتها مش عيشة بسازجتها وبساطتها نعم يعني هي كانت يمكن سؤال كبير كما قلتلك الأسئلة الوجودية ليش؟ ولا إنه ولماذا وماذا بعد ولا أنا ولا ولا يعني مش عرفتها الأسئلة بحثك عن ربنا فخلال هالمسيرة بحثك عن ربنا والأسئلة الوجودية أكيد بتتغذي يعني بصيرة روحانية الطبع بتصير تفتش عن الأشياء الأهمية اللي هي الروح وبتبطل تفكري بأهمية الجسد أنا كاتبة يا جملة إنه عندما الروح ترى الجسد كبضعفة وشاخة تتركه لفنائه لترفرف فيها في خلودها ببطل هو يستوعبها يمكن الإعاقة خلتني أتوجه لأعطي أهمية للروح أكتر والكتابة هي روح لأنه هي بتعيش عمدة سنين وبتحلق بالفضاء وبتبقى بتعيش بسنين هي روح السنين يعني أنا هلأ ما بيقرم كما قلت لي ملاي أنا دائما بفكر هاشي أنا بكتب للأجل يمكن يجي بعد مئة سنة حدا لأنه الكلمة ما بتموت والفكرة ما بتموت والغريزة هي ذاتة من مليون سنة وحاجات الإنسان هي ذاتة والكتابة عنهم رح أرجع للإعاقة بأسئلة متتالية بس أنا بدي قلك عن الجوائز بتحملك مسؤولية تكتب أكتر، تتتعمق أكتر، تتتسقف أكتر شو بتحملك مسؤولية هالجوائز والتكريمات يلي بتحصلي عليها؟ السنة أنا كين إلي حظ أنه تكرمت مرتين من قبل إتحاد الكاتوليك العالمي للصحافة ومن قبل أعلام من بلاد الأرض استاذ أنتوان فادول وست وبر أنتوان خادرة بإتحاد الكاتوليك العالم للصحافة هلأ الجوائز مثل ما قلتلي طبعا تكوني وصلتي على نيفو معين ممنوع تتراجع مظبوط يعني فيه مثل كأنه واحد الشهرة وأنك تصيري معروفة بس هي مسؤولية مسؤولية بس إذا فيك تكون بس مسؤولية تعطيكي طاقة مش مسؤولية إنه قوة من قوتك لا بتزيدك قوة فلأنه هالقوة موجودة وعم تنمى هي يمكن الجوائز مثل كأنه بتصقي هالموهبة عرفت بتخليها تنمى يعني أكيد مسؤولية إنه بتصيري إنه ممنوع تتراجع صح ممنوع توقف بس أصلا ما فيك توقف نعم خاصة الكاتب نراي أنا بقول ما فينا نعيش إلا ما نكتب يعني الموهب الحقيقي مثل ما بيقول جبران من فتش وقرأ هو ربع كاتب ومن كتب دون ما أن يقرأ هو نصف كاتب ومن شعر هو الكاتب كله عطول عنا هي الشعور ما فينا نعيش بلا شعور لما نوقف نعيش بلا شعور نبطل نجوه نبطل نعتاش ساعتها ببطل فيها اكتب أنا بس عطول عنا جوه وعطانا ماي لا ارتبط اسمك بكتابة التراتيل مين هو ملهمك مين ملهمك شو علاقتك بياسو على النسيح ولما كتبت أغاني تتجهت نحو التراتيل هي التراتيل كتبوا ما قال بالنهار إنه ارتبط اسمي بكتاب التراتيل حتى قل لي استيس فؤاد فاضل عملت ثورة كتابة الكلمة بالتراتيل لأنه كلمة التراتيلة بدا تكون فيها بدا تجسيد لا الله بدا تكون روح عم تحكي بديك تجسدي معاناية كل إنسان هي صعبة مش إنه عم تكت بشي سطحة مبديك تبشري بالرجاء ومثل البروكي واحد يحفظها لا أنا ضد إنه تنحفظ كين ترتيلة وأغنية أنا مع إنه تحرك من جوه اللي عم بيسمع أنا مع إنه تنزله دمعته هون بيصير يفتش عن الله وبيلمسه أنا اتجهت للتراتيل مينة ما كنت مفكرة من بعد ما صار معي العجوبة الشفاء أنا بيت مؤمنة طبعا الشفاء أنا مؤمنة كتير يعني دايما ابتكي لي بلو يا يسوع أنت دايما مهديني بإيدي وأنا بستمد قوتك مني أنا ماشي قوت منك صحيح ذكرينك شفاش شفاء يلي بيصامعك أنا هو منواره أنا بحس حالي بكتير أمور بعملها بتفاجأ وبسأل حالي كيف قدرت بحس إنه مراي بحس قوت الله فيه أكيد أكيد وبحس أنا مثل ما بيقول جبران لا تكل الله في قلبي بل كل أنا في قلب الله هو فيي وأنا فيه ومثل المثل يلي شخص بيشوف دعسات رمل على البحر بيقل له يا رب هالدعسات لألي وينك قال له أنا حاملك وأنا الماشي فيك شفت شو حلو صحيح شفت شو حلو يسوع المسيح حاملك وعم يشتغل من خلالك وكل إنسان فينا هاك يسوع المسيح فيه يحكي من خلاله فيه يبشر من خلاله يعطي رسالة مزبوط معين ونحن مؤتمانين علي لا يترجم موجود ربنا المرأة اللي بقاعدة بباتها هي وعم تطبخ ربنا عطيها ها رسالة تا أنه تتمجد كمان يعني عم قلك كل إنسان إله وزن وإله دار عطيها ربنا بس كله لازم يصبه ويستخدمه لتمجيد ربنا مزبوط أنا من وراء بعد الشفاء خبرينا شوية عن تفاصيله بداية أي قليلة الشفاء الشفاء أنا عملت 18 بولي ودرست بكتابي حصاد الإيمان هذا أخدت على جهزة سعيد عقل وترجم وترجم للأوغلي وللفرنسي ووزعه بإلمانيا وبريز لأنه كتبته حدثات عم بحبت ألمي كانت بعد العجوبة بعد نشافيه جديد وبعدها معاناة الإعاقة وبعدها بالمموار كيف شفيتك؟ كيف شفيتك؟ خبرين عن هالحدث يلي صار معك ماي فكتبت هالكتاب يعني كي بدي أقلك من مشاعر حقيقية وشفافة أخذ ضجة من بعد ما شفيت أنا فقدت الأمل أني إشفاء طبعاً وأهلي حطوا الغالي ورخيص وبيعوا ويعني ما أصروا شنهار من المعالجة طبعاً مافيش معالجة ومافيش أمام أنت عندك إعاقة بإجريكة؟ إجر صار ديش على الأطفال نعم وصبت وقتاً إجا فيروس من زمان على الأطفال وبقيت بيعهم ثلاث سنين أمشيها عصيتان وفي كل ما تنكسر عصي يجيبولي واحدة أكبر لأن كيفية أمشي إلا أنه إجاب بيرتارديف بالأربعة وتسعين نعم إحنا استنفدنا كل أنواع العلاجات والمنذورات ويعني ما كان فيه وفيزوترابيبية عشر سنين بالارتباوة لا توقفوا وطابعة يومية ويا ما يقولوا لأمي وقفهم أنه بالفيزوترابيبية عملوا علاج نفسه قدمة جسد عارفة نعم بالأربعة وتسعين وقتا إجاب بيرتارديف نزلت على الإبداس وقال إنه هو كان عم بيقول بصلاة شفاء بيجي بيجي انتويسيون أنه في عالم ده تشفى حتى بيعطي العمر وبيعطي شو الملدي قال بوقتها بنت نوع المرض مع بوليو هل قد عمره عند خليها تعمل دوبا ويسوع هل عم يشفيها بوقتها قالت أنا أنه مش معقول ما ديما الشيطان يعني كيف يقول بيرجعك لورا مش بيرجع إنه إيه بيرجع بصير يحطلك عرائية سلبيات بصير تقول أنا أنه كيف قداش عملت بها اللحظة مرايا هيك فكر إداة عملت فيزوترابي إداة قلم قالي عمر راح موت وأنا على سات مش معقول إيش فو شي أقوى من هال الفكرة اللي عم تراودنا يقلي قوم يمشي إيه قوم يمشي مشيت فاشختان وحسات قوة مش طبيعية عكل جسمي عبد النساكة قوة غريبة شفت وتركتهم وضعوا وأخدهم الناس يتمجد اسم الرب يا رب يا رب يا رب يا رب خلقت الشفاء بصير فيه أيل وقيلة كتير عرفت إنه بس تغنيتي عن العصا مية بالمية واستعدت جزء من قوتك صحيح أنا حسيتها وشلت لطوبة وإنه حكما متعفا أخدوا تقارير حكيمة اللي عم قولوا أنا القوة روحانية يعني ربنا وقت طلعت مع ماجي فرح وعملوا حالة كونتر للحدث بالذكر لأنه كان فيه كومبتسيون بالشبت مش لأنه قلتلون أنا في عندي قوة روحانية وربنا هو روحاني ما رح يجي يعطي إجر بدم و لحم يركب لي إجر بلحم و دم وقال لي قوم يمشي لأنه هو روحاني ربنا قوته روحانية ومنلمسه بس نموت بس نطلع على السماء فعالتاني هالقوة يلي هي روحانية لا قدر أمشي وحسيت إنه لازم رد الجميل كتبت قصته كله عن الإيمان وكيف ممكن الإنسان يتخطى أي إعاقة بحياته مش بس إعاقة جسدية كان إعاقة نفسية ومشاكل حياتية من خلال قوة الإيمان ونظرته ليسوه وبعد الكتاب بعد ما أخد سوكسير كتبت لت كتب فلسفية وحكا وهلع عند كتبين تحت الطبع قلت أنا لازم رد الجميل لازم اكتب تراتيل تراتيل خبرين عن آخر ترتيلة كتبتيا ما بعرف إذا في الوقت تنحضر شوي من هالترتيلة ولو سواني منها هي بل شيلنا بكلماتها أعطني كوة يا إلهي فكوتي لا توازي كسرة همومي ومشاكلي أعطني صبرا يا إلهي فالصبر مات في عمك كلماتي حلو حلو موسيقى 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 أعطني 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 قوة يا إلهي فقوتي لا توازي كسرة أجابي وهمومي أعطني 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 قوة يا إلهي ماي خليل مع هالترتيلة نوصل لختام لقائنا بشكرك الشعرة والكاتبة ماي خليل بشكرك وأهلا وسهلا فيك بسيقاتنا موسيقى لعيكم لنور الشارع وبما أنتو يعني نور تعطوني نور لكلمتين من خلال تجيقون وإضاءتكن على عملنا أهلا وسهلا ماي أهلا وسهلا موسيقى كره موسيقى أهلا موسيقى أهلا 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 أنت بحليلا بحليلا أهلا اشتركوا في القناة